مساء الخير سأكمل الموضوع الذي قلت فيه الصبح وهو عن المشاكل التي حصلها هنا في أمريكا وهي المساء العملية تتعقد زيادة ودلوقتي يكون هناك حظر التجول حتى في المدينة هنا كان هناك أحداث حصلت الصبح هنا فهناك حظر التجول من الساعة 8 إلى 5 الصبح لكي نفهم الموضوع هو موضوع له جذور وباله كذا سنة وتعالي رجال الشرطة البيض على السود وقتلهم وبالذات حصلت حدستين في الأسبوعين الأخرين فيه من كم يوم اللي هو الصورة اللي انتشرت بتاعة رجل الشرطة اللي حاطت رجبته على دماغ الرجل الأسود وكاتب نفسه وفي الاتنين البيض اللي كانوا رجبين تركوا ونزلوا ويدربوا الأسود اللي كان بيجري بيطريات في الشارع في الحي بتاعه ويجري بيلعب رياضة ووقفوا ودربوا ببندقية في صدره وتقتل وموضوع الخن يعني اللي بيخنقوه كده وما بيباش عارف تنفس ده حصل من حوالي خمس سنين في نيورك وكان فيه واحد أسود تخين كان بيبيع سجاير في الشارع مش فكر بيبيع سجاير وبيبيع المهم لسبب ما البوليس وقفوا فهبت عليه وكتم نفسه يعني فتاصه وبقى الرجل يقول أنا مش قادر أتنفس أنا مش قادر أتنفس و لحد ما طلع النفس فهو يقول لهم أنا عندي أزمة اللي هو مشكلة الرئة وفيه ناس بقى عبيطة تطلع تقولك ما هو لو قادر يتنفس يعني فيه عمدة من العمد بتاع المدر لو قادر يتنفس يبقى قادر يتكلم طب ما هو يا عم هو قادر يتكلم بس ما هو من إحساسه من هو خلاص هيموت مضطر ان هو يقولك بيطلع نفس بالعافية فيقولك كلمتين لعلك انت بني آدم وتحس باللي هو فيه وتقدر وتشيل نفسك بقى وتخليه يعرف يأخذ نفسه وخلاص انت قبضت عليه يعني لازمته تفضل دايس عليه والإحساس بالتعالي ده لان هو الموضوع فيه تعالي ان هو حاسس ان هو أعلى وهو أفضل ولهذا هو بقى دايس بالرجل وعلى البني آدم ده وهو لو موته موته وده شفنا برضو من ضمن الحاجات المسألة دي بقى من 15 سنة عمالة كل شوية فيه حادثة وبعدين القضاء وكده ما بياخدش الحكم المضبوط هنا في فلوريدا بس في الجنوب شوية فيه واحد اسمه زامرمن ده اتخانق مع واحد هو كان زامرمن دوان فيه أحياء كده بيبقى عاملة ان كل يوم بتبقى انا بطشيت واحد من أهل الشارع هم اللي ياخد باله من الأقل الشارع يعني يبقى عينه على الشارع ويشوف مين رايح مين جي طول الليل فكان عمينا زامرمن ده هو الواقف ففيه ولد اسود ماشي مروح وحاطت كيس سكيدولز وراجع كان مش فاكر كان بيشتغل في سوبر ماركت ومشتري كيس سكيدولز حطه في جيبه وكان لابس اللي هو الهودي ده اللي هو بالطرطور واللي دور على زامرمن حط بس زامرمن هيطلع لك الراجل فتخانق معه وقتله وبعدين زامرمن ده تحكم عليه بالبراءة ففيه أحداث كثيرة حصلت فيه واحد هنا في جاكسونفيل قتل سود كان أيام يا كان عيد الشكر كان يوم عيد الشكر واقفين قدام بنزينة بيشتروا حاجات وقتولد من صاحبهم نازل يشتري حاجاته والأبيض نازل لما معللين الاستيريو عالي قال لهم موطوا الاستيريو ومش هفقلوا له ايه فرح جاي بالمسدس وراح تخيقهم في العربية قتلهم وبرده ثلع براءة وقال لك هو بيدافع وهو بيعمل وهو بيساوي ففي أكتر من حدثة حصلت وهو بيبقى عادل لو البوليس نفسه بيبقى مجرم يعني هو بيعمل عمليات إجرام شبيهة يعني او كده حصلت برده اللي هو قولت ان البوليس لما بيجي بيشتبه في واحد وبيجي يضرب دايما بيدرب لمقتل يعني بعكس ما احنا مثلا في مصر دايما البوليس بيدرب في الرجل او في الدراعة او حاجات بحيث انه هو يخلخل كده حركة المجرم انه المجرم بريء لحد تتسجد إدانته يعني حتى هنا يستطيع ان تتسجد ان تتسجد انك يعني ما هو انت يعني دي قاعدة موجودة في القاعدة فقهية وقضائية موجودة في الدنيا كلها فكون انه يضربك ويقتلك يعني انه حكم عليك ان انت فهو المفروض بيدرب عشان يوقفه علشان لو في منه خطر يبقى ضعفه فحتى مرة ده خلت في جدال مع واحدة امريكانية وقالت هو المفروض بقى خلاص ما هو لو هيدربه يضربه يموته كده كل ما يبقى شاطر كل ما يبقى يموته افضل لا لا كده كأنه حكم عليه يعني ايه يضربه يموته يعني بالعكس في الدنيا كلها المفروض بيدرب علشان يوقفه يعني اساس الضرب يضعفه ويوقفه ليس انه هو يموته ففي احداث كثيرة يعني بالذات في الخمسة الشرسان الاخرانية بيد مع سود ومع رجال شرطة مع سود او بردو بيد ويتدخل رجال الشرطة ويجبوا لصالح البيت ضد السود والقضاء بيجي لصالح البيت ضد السود فطبعا السود حاسين اليومين دول بالاضطهادك وبالذات حبستين ورابعة يعني ما فيش اسبوعين فحاسين ان لا ده في مشكلة زادت وغطت بأن هما دلوقتي فيه فوق التظاهرات بسبب اللي حصل مشكلة بدل البطالة حكومات الولايات ما بتدفعش بدل البطالة للمفروض تدفع حتى الناس بسي على الانترنت بقى فكرة تفوت علينا بكرة لسه احنا مبتناش في الاستمارة بتاعتك ومش عبيرو كلام دول ففيه ناس من أول مارس ونص مارس مقدمين لحد الوقت ما حتى ما ترفضتش الاستمارة بتاعتهم ما اتقبلتش ما تقلهمش مثلا تناقسكم معلومة معينة لا دولا محطوطين كده في البننج اللي هو لسه منتظر يعني موقوف القرار ومفيش قرار بيتاخده والناس مش عارفة وطب الناس هتجفلو ثمين فده مخال لي برضو في استفزاز عند الناس واحساس بان يعني الحكومة المفروض تتصرف باسلوب وبطريقة يبقى فعلا لأن هذا حق الناس وهو الحكومة ما تتضيش من جابة هنا بدل البطالة ديا انشورنس تأمين بيبقى بيدفعه أو درائب بتدفعها الشركات والمحلات وكده لموظفينها كل 13 تدفع جزء ولما بيطلع حد أو بيطلع حد أو كده أو بتحصل حاجة زي كده بيقدمه وبياخده فده شيء يعني ما هوش يعني بيده صدقة يعني كورونا قدمت طريقة اللي الحكومة تعاملت معاها يعني انا ما عيبت على فيه الراجل المجنون اللي قلت ده بيقول كلام ومش عاكت ايه دوا اللي قال لك شوف احنا الحكومة هتدينا مش عاكت في الشهر وقلت ده كلام فاضي وده كلام بيت لسه مفيش حد خط حاجة والله اعلم هياخده ولو فعلا كلامي طلع مزبوط والراجل ده كلامه مخبول ان انت الحكومة لما قالت احنا هنفتح الدنيا وانا متكلم في الموضوع ده لو ترجعوا بالجولة اللي عاملها في التاون سنتر لما قررت تفتح بس حتى قواعد وحاجات تعرقل الفتح فمحلات اضطرت تبضل مقفولة وبما ان الحكومة قالت احنا فتحنا شالت ادى من الموضوع ومش عاكت ادي مساعدات فهنا هذا هو عمل استفزاز وتصادم مع الناس ما بين اصحاب المحلات والموظفين والعمال وكذا زادت وغطت بها جرائم اللي بتحصل من رجال الشرطة واحداث متراكمة تجاه السود وتجاه الملونين عموما وتجاه السود بصفة خاصة فهي مسألة عمالة بتسوق لان دلوقتي ابتدوا بيهجموا على المحلات بيأخذوا حاجات منها هجموا على وفي بلاد مثلا هنا في جاكسون فيلا حصل الهجوم بمعنى هجوم بسوء اكتر كان فيه مشاكل فيدل داونتاون اشتباكات مع رجال الشرطة وأنا هذه الأنواع من المظاهرات ولا كده عمري أشترك فيه أنا أشترك فقط اشتركت في مظاهرة كانت هنا لما كانوا عاوزين يعني هيلاري تلع في دمخها أنها تدرب سوريا بصفة رسمية من الصالح داعش يعجب إذا وأنا كنت ضد هيلاري أنا كنت مع أوباما لما كنت مش عجبني تفكير هيلاري وكده وقفت في المظاهرة كان أيام برضو العداء عندما كانوا عاوزين يقسموا العداء عملنا وقفة فلاهي أكثر من وقفات إنما في الحاجات مثل هذه أنا ليس لدي دعوة بها لأن أنت ستذهب إلى أين من لا أعرف إذا لا أفكر هناك مسألة تذهب إلى أين يا ابن؟ المهم فحصلت هذه الاشتباكات والأعمال والشرطة دخلت في الموضوع بأسلوب همجي وخلت الناس أيضا تدخل في الموضوع وفيها أنا شاهدت مقاطع لعربيات الشرطة التي تفكرني بالثورة في مصر عندما كانوا ماشيين بالمضرعات لكي يدهسوا الناس فعلا يدهسوا الناس والناس وقفة ومن ضمن المظاهرات هناك بيض لكي اتحادا وتحالفا مع السود والشرطة لها يعني باع طويل في الفساد يعني المحلي يعني أنا شفت بعنايا اللي هو زباط الشرطة لما يغلسوا على مثلا أصحاب البرات وأصحاب الكلابات يعني نايت كلاب مثلا ستريب كلاب أو نايت كلاب بتاع ديسكو أو كده ويدخلوا ويغلسوا ويأخذوا يعني ينتهزوا الفرصة ويأخذوا منهم فلوس وحاجات ويغلسوا على الزباين برا يعني علشان يخلوا الناس تطفش وما تجيش المكان فدي طبعا حاجات أساليب مشتفزة ودي شفتها من رجال الشرطة في مناطق بيبعوا ليهم برضو معاملات مع المخدرات مع الدعارة بيبعوا بيأخذوا برضو ومنهم فلوس اللي هو النظام المعروف ما أنا لو مدتني أنا هبلغ عنك أو أنا هقبض عليك ف من ضمن الشرطة بتعملها اللي هو ضرب الناس في حادثة كانت الدنيا هاجت عليها اللي هو اللي شرطة ضرب كلب أسود قدام لمجرد أن الكلب نزل من العربية علشان يبقى مع صاحبه دفع والكلب يحوى وكذا عادي أنا معي تماسكوا كان الفيديو منتشر وسبب ما شكرا اللي بيحب الكلاب وعنده كلب وعنده بيعرف أن يقتل الكلب صد عينه يعني ديا كانت محزلة نرجع تاني من فكرة اضربه في رجله اضربه في دماغه وموته في ساعاتها موت الكلب في ساعاتها وحتى سمعنا في الفيديو كلب بعمل صوت ومات كل دون لأنه الراجل كان يمشي كلبه وشاف البوليس عمال يغلس على واحد فبيصور يعني هو حط الكلب بتاعه في العربية وبعدين بعد شوية علشان يصور اللي بيحصل فالبوليس شافه هو بيصور انه ده وقال له انت تعالى هنا انت بتعمل ايه بتاعه فراح فكلب نط من العربية جيري اتري او في واحد تاني بقى بيصور اللي حصل فصور بس هم ما شافوش التاني اللي بيصور يعني هو واحد بيصور اللي بيصور فحصل فصور الكلب هو بيصور من العربية والبوليس بيقتله وانتشرت بقى الحكاية دي وكانوا ساعاتها كانوا يتجنانوا انهم عايزين يعرفوا من التاني اللي صور يعني هو وبتالت بقى ايه يعني عاملين زي عندنا بالضبط اللي هو ايه بدل ما يمسكوا الموضوع مشكلة الفساد او ظلم رجل الشرطة او احسسوا بالتعالي او استغلاله للسلطة بتاعته رجل الشرطة بيستغل السلطة ويجاكل صلطة ويجاكل صلطة انه بدل ما يفكروا في كده لا ده هما فكروا احنا عايزين نعرف مين اللي كان بيصور الفيديو الاثناشر ده خوروا ازاي احنا ما شفناهوش ازاي اما انت ما صورتوش لان انت كان مخك خلاص انت اقفل وعايز تموت ده وعايز تدرب ده وان مش شايف حواليك فلا هو في في مدارة الخمساشر السنة الاخرانية في اكتر من حدثة اعمالها تزيد الاحداث ورجال الشرطة بيعملوا اعمال تجاه الملونين والسود بالذات وهي حاجات مستفزة وفي جرائم مثل الرجل زمرمن دوان القتل في حدثة تانية ايام زمرمند كان هنا في المدينة جاكسونفيل واحد قتل ثلاثة سود كان يوم عيد الشكر وقفين قدام محطة بنزين ومستنين صاحبهم جوه يشتري حاجات فجاء كانوا معالين التل الراديو فقال لهم وط وط وراح وراح جايب المسادس واخد براقة فأحداث لا أحداث كثيرة والموضوع زيادة عن الزوم ونبقى نتكلم موضوع ده ياخد طويل ونبقى نكمل موضوع ده تاني ونشوفكم على خير إن شاء الله ومع الشلم